الجمود يهدد بانسداد أفق المشاورات في الكويت ثمانية أيام مضت على انطلاق مشاورات الكويت التي ترافقت مع جملة مؤشرات جعلت منها محطة استثنائية في مسار فاشل من المشاورات بين الحكومة والمتمردين منذ انطلاق أول جولة منها منتصف ما يوم من العام الماضي فترة زمنية ليست بالقصيرة فيما لا يزال المبعوث الأمم يسعى جاهدا لإقناع ممثل الإنقلابيين بقول أجندة المشاورات التي سبق له أن أجرى محادثات مطولة معهم بشأنها في صنعاء لا يريد الإنقلابيون من مشاورات الكويت سوى إسكاة طائرات التحالف وإيقاف تحليقها في سماء اليمن حتى يتسنى لهم تحرك التعزيزات العسكرية إلى الجبهات بعد أن سجلت ميليشياتهم تراجعات كبيرة فيها قبل سرايان الهدنة ويريدون من هذه المشاورات إحياء مخطط الإطاحة بالسلطة الشرعية الذي كانوا قد بدأوا فيه منذ أوائل العام المنصر وأفشله التدخل العسكري الواسع للتحالف العربي منذ أن قدم ممثل الإنقلابيين إلى الكويت وفي نيتهم تكريس الوضع الملتبس في مسار المفاوضات عبر إصرارهم المستميت على تقديم بند مشاورة الحل السياسي عن بقية البنود المتضمنة للخطوات الإجرائية الضرورية وفي المقدمة منها إنهاء مظاهر الإنقلاب وتمكن السلطة الشرعية من ممارسة ولايتها الدستورية على مؤسسة الدولة إنهم كمن يصروا على وضع العربة قبل الحصان بل ويضع العصى في دولاب المشاورات بنية إعاقتها وإفشالها إن لازم الأمر ولكن دون تحمل الكلفة السياسية لهذا الفشل 74 خرقا للهدنة سجلت لجنة التهدئة خلال 24 ساعة فقط وبين هذه الخروقات ضحايا بالعشرات نتيجة القصف المستمر على الأحياء والتجمعات السكانية في تعزو البيضاء والجوف ومارب وشبوة عشرون بين قتيل وجريح حصيلت ذلك القصف الممنهج من جانب الميليشيا الإنقلابية بصواريخ الكاتيوشا ومدافع الدبابات والهاونات والأسلحة المتوسطة من بين أخطر هذه الخروقات التحريك المستمر للتعزيزات إلى جبهة القتال على نحو يكشف نزعة الإنقلابيين إلى تكريس مشروع الحرب والإنقلاب والتنصل من إلزاماته امتجاه استحقاقات الحل السلمي الذي يضغط المجتمع الدولي على الحكومة والتحالف للمضي فيه رغم النهايات غير المضمونة لهذا المسار أنجزت ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع صالح انقلابهم بالسلاح وبالاستخدام المفرط لهذا السلاح ولا يبدو أنهم سيفرطون بهذه الأداة وليس من المؤكد حتى أن يكون التنازل عن السلاح آخر خياراتهم تحد يضع المجتمعين الدولي والإقليمي أمام الاختبار الصعب فيما يخص التعامل مع النتائج التي قد تنجم عن الفشل المحتمل لمشاورات الكويت التي لا يبدو أن محطة أخرى يمكن أن تتوفر بذات المزايا والإمكانيات ليعادة إطلاق الحلول السلمية كما هي محطة الكويت التي يقامر الإنقلابيون في الخروج منها بحصاد الفشل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر